السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وخلينا نبدأ بالاخبار طيب في الخبر الاول عندنا يوم التلوتاء خمسة ستمبر ستتوفر حزمة الاربع دولار الجديدة في مجر العناصر هذه الحزمة انا سويت لها عرض كامل واحط لكم الرابط اسفل الفيديو اللي بيشوف عرض كامل للحزمة الحزمة هذه قيمتها اربع دولار تعطيك ستمية في بوكس مجانا تمام طيب في نقطة مهمة بوضح لكم اياها الليلة ان شاء الله حتظهر الحزمة لكن هذه الحزمة دائما حزمة الاربع دولار اما يتغير المجر العناصر ما تظهر على طول ممكن بعد ساعة ساعتين ثلاثة بعد كده تظهر يعني الاشخاص اللي ما ظهرت عنده عادي يطنشها اليوم واليوم الثاني يحاول ان يشتريها افضل شي لانه دائما تتأخر في ظهورها بعد كده عندنا يوم التلوتاء خمسة ستمبر الساعة اربع مساء تحديث المحتوى هذه النقطة دائما انا وضحها في كل مقطع تحديث المحتوى هذا تحديث يصير داخل ملفات اللعبة هذا التحديث يصير داخل ملفات اللعبة وتظهر لنا بعض الاشياء الجديدة تلقائيا في اللعبة يعني هذا التحديث احنا ما ننزله وما لنا ندخل فيه نهائيا طيب خلينا ابيل لكم بعض الاشياء اللي حتصدر في هذا تحديث المحتوى اول شي في خلال هذا الاسبوع حينزل معنا الاسكن الجديد هذا في متجر العناصر بعد كده في عندنا القنبلة الكهربائية بعض المسربين 80% قالوا انها حتصدر في خلال هذا الاسبوع ممكن غدا في تحديث المحتوى او خلال هذا الاسبوع طيب خلينا بيين لكم بعض الاشياء اللي تخص هذه القنبلة اول شي القنبلة هذه تعطل جميع الاشياء الظاهرة امامكم مكينات البيع الالي السيارات عندنا الحقيبة عندنا المدافع الارضية عندنا حتى الصناديق اللي هي طائرات بلا طيار طائرات بلا طيار اللي طيحها وتنزلها كاسلحة هذه القنبلة تعطل جميع الاشياء الظاهرة امامكم وفي بعض الاشياء اللي تعطلها عندنا الكاميرات وعندنا الليزر يعني ترميها على الاشياء دي تتعطل ممكن اعطوها وقت يعني ممكن 5 ثواني 10 ثواني بعد كده ترجع تشتغل من جديد تمام هذه النقطة الاولى النقطة التانية اذا رميتها على الاعداء تدمجهم 70 دمج طيب في مقطع كده هحوريكم اياه على طريقة استخدام هذه القنبلة لاحظوا معايا شوف رماعة السيارة دمج العدو 70 دمج تمام لاحظوا الان السيارة كيف تتعطل شو خلاص تعطلت السيارة طيب في عندنا الحكايب هذي كمان يعطي لها لاحظوا معايا مجرد نكترميها عليها خلاص تتعطل يعني يطيك وقت كده محدد خفيف علشان ايش؟ تقدر مثلا تشرد او تدمر الشيء طيب في عندنا هذا الملف هذا الملف في ملفات مشفرة من التحديث السابق 26.0 اللي هو تحديث السيزن باقي اتنين من التحديثات موجودة في ملفات اللعبة والاشياء الموجودة عالية الدقة يعني ممكن في خلال هذا الأسبوع حنشوف بعض التعاونات الجديدة القادمة احتمال كبير يعني 80% هيكون فيه تعاونات قادمة او فيه شيء قادم في خلال هذا الأسبوع لانه في اتنين من محتويات التحديث السابق الى الان موجودة في ملفات اللعبة وعالية الدقة وهذه الملفات دائما تخص تعاونات جديدة اشياء جديدة ستظهر معنا ممكن بطولة فان شاء الله خلال هذا الأسبوع سيبين معنا كل شيء طيب يوما للخميس 7 ستمبر الساعة 4 مساء تحديات الأسبوع الثاني تحديات الأسبوع الصفر والأسبوع الأول أنا نزلتها في قناتي وحط لكم روابطها أسفل الفيديو ان شاء الله أول ما ينزل تحديات الأسبوع الثاني سأسوي لكم شرح للتحديات ونزلها في قناتي نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا أسماء الفائزين في السحب الأخير اللي هو سحب بطاقة المعركة أنا ذكرت لكم بعد أسبوع إن شاء الله حظهر الأسماء أنا تأخرت كم يوم لأنه كنت مشغول شوية لكن الآن أنا سويت قرعة ومن خلال القرعة دي جاءت على الإسمين هذه كثير من الأشخاص حيزعلوا بعض الأحيان مني أني ما طلعت أسماءهم لكن هذا قرعة يعني شيء كنصيب يا جاك يا ما جاك تمام؟ فاللي ما جاء الإسم لا يزعل هذا نصيب تمام؟ فالإسمين الظاهر أمامكم أنا حرسل لهم طلب صداقة اليوم إن شاء الله يحاولوا يقبلوا الصداقة بعد كده إن شاء الله حرسل لهم بطاقة المعركة لهذه الأتنين من الأشخاص طيب إذا واحد منهم عنده بطاقة المعركة حشوف واحد غيره على طول يعني لا يقول لي أديني تعويض ما في تعويض عندك بطاقة المعركة حشوف غيرك على طول فهمتوا كيف؟ طيب ولا تفكروا أنه هذا آخر سحب حسويه لا حسوي صحوبات كل تحديث إن شاء الله تنزل مثلا رقصات جديدة أشياء زي كده إن شاء الله دائما حسوي صحوبات ودائما الصحوبات اللي حسويها على مقاطع التحديث اللي تخص التحديث اللي ينزل تمام؟ فأتمنى من كل شخص يحاول يتفاعل في القناة يحاول يعطيني لايك ويمشاهدات هذه الأشياء مرة تدعمني كثير طيب هذي كانت جميع أخبار الأسبوع حطوا ببالكم حاجة واحدة دائما لما نزل مقطع الأخبار بعض الأحيان بعد ساعة أو ساعتين تظهر أخبار جديدة أو ينفك التشفير عن بعض الأشياء وتنزل تسريبات جديدة فإذا ظهرت معايا تسريبات أو أخبار جديدة هنزلها في المنتدى وإذا ظهرت أخبار كثيرة هسوي لها مقطع خاص لوحدها كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله